مجلس النواب بعد ذلك جرى انتخاب رئيس مجلس النواب حيث فاز سعادة النائب أحمد سلمان المسلم بمقعد الرئاسة بـ 34 صوتا وعقبها ترأس معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الجلسة حيث رفع أسماءات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لتفضل جلالته بافتتاح دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس كما تقدم معاليه بالشكر الجزيل لأصحاب السعادة النواب على منحه الثقة الغالية لحمل مسؤولية رئاسة مجلس النواب مؤكدا الحرص على العمل بروح الفريق الواحد والتمسك بركائز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وثوابت ميثاق العمل الوطني والتقيد بأحكام الدستور والقوانين واللوائح والأعراف البرلمانية موضحا أن المجلس عاقد العزم على البناء على ما حققه رواد العمل التشريعي وممثل الشعب خلال الفصول التشريعية المتعاقبة منذ عقدين بعدها تم انتخاب نائبي الرئيس الأول والثاني حيث فاز سعادة النائب عبد النبي سلمان نائبا أولا للرئيس وسعادة النائب أحمد جراطا نائبا ثانيا للرئيس ترجمة نانسي قنقر